اهلا بكم مشاهدين الكرام في فقرة ضيف المساء اختتمت امس الثلاثاء بمدينة سلا الحملة الوطنية التحسيسية العشرين لوقف العنف ضد النساء والفتيات الحملة المنظمة من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للسكان اختارت هذه السنة موضوع مخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات وذلك تحت شعار جميعا من أجل فضاء رقمي مسؤول وآمن للنساء والفتيات اليوم سنناقش النقاط الرئيسية في التوصيات المنبثقة عن هذه الحملة ويسعدنا لأجل ذلك أن نستضيف هنا في الاستوديو السيدة أمينة التبالي وهي عضو المكتب الوطني لجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات وأيضا هي المكلفة بالإعلام والتواصل في ائتلاف المناصفة دابا مساء الخير أستاذ أمينة مرحبا بك مساء الخير شكرا على الاستدافة بداية أسألك كفاعلة في مجال الدفاع عن حقوق النساء كيف ترين مستوى نجاح الحملة هذا العام حملة العنف ضد النساء والفتيات أكيد أن هذه الحملة والتي بدأت منذ 2008 برعاية من الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة قد وصلت إلى مبتغاء في نشر ثقافة العنف في العالم لأن كانت الحملة هذه السنة تحت شعار اتحد لإنهاء العنف ضد النساء ما هو جديد في هذه الحملة هو قضية العنف الرقمي نعرف جميعا أن منذ تقريبا كوفيد-19 وما واكبه من انتقال العالم إلى الفضاء الرقمي اتضحت أن هناك بيئة رقمية أصبحت ينتقل لها كل ما كان يتواجد في الواقع خاصة العنف والذي شكل محورا كبيرا داخل هذا الفضاء هناك عدة أرقام ومعطيات تشكل خطر على ما تتعرض له النساء في العالم في هذه الفضاءات الرقمية في المغرب انطلقت هذه الحملة والتي دائما تكون من 25 نوبانبر إلى 10 دجنبر والتي اختم بالاختيار لها ختاما 10 دجنبر والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان باعتبار أن القضية النسائية هي قضية لا تتجزأ عن قضايا حقوق الإنسان في هذه الفترة كانت هناك حملات على مستوى جميع ربوع المملكة كانت حملات في العالم القروي والتي سقيت وتزوج القاصرات نعرف أن في المغرب أرقام مهولة في هذا المجال بحيث أن هناك طفلات يتعرضن للعنف بشكل آخر عن طريق هذا الزواج الذي ينتهي بمشاكل كبيرة ويخلف أعثار سلبية داخل المجتمع يعني هذه الحملة قد تحتاج لاستمرارية ولا تقنين أكثر القوانين لملاءمتها بالمواثيق الدولية وكذا بالواقع الذي أصبح يفرضه نفسه وهو جوهر السؤال ربما الذي كنت سأطرحه عليك أنت قلت بأن قضايا النساء هي جزء ليتجزأ من قضايا حقوق الإنسان برأيك كيف يمكن العمل على عدم جعل هذه الحملة دعنا نقول مجرد تقليد سنوي وإنما محطة لإحداث ما يمكن أن يسمى بتعبئة جماعية وخلق مناخ رافض للعنف ضد النساء والفتيات في المغرب هي ليست حملة على مستوى موسمية هي حملة دائمة نعرف أن جميعا أن الحركة النسائية دائما تندد بكل حالات العنف التي يتعرض للنساء في جميع الفضاءات باعتبار أن الفضاء الرقمي هو الأكثر حساسية لما فيه من عوالم افتراضية يعني حتى أحيانا النساء لا يعرفوا بعض المشتكين أو المتحرشين بهم أو الذين يهددونهم أو يشهرون بهم أحيانا تغيبوا شخصيتهم الواقعية يعني أن هذا الفضاء يحتاج إلى تقن أكثر لا بالنسبة للوسطة في مجال الانتغنيت الذي يجب أن يقننوا هذا الفضاء يكون تبلغ بطرق سهلة وتكون مصاطر سهلة تبلغ عن هؤلاء المعنفين ولا بالنسبة للقوانين الداخلية من خلال تجويد الترسل القانونية برغم أن القانون 113 جاء بهذه الأمور لكن لازل يحتاج إلى جودة أقوى ليكون لتكون فيه عقوبات صارمة أو عقوبات حقيقية ليكون حدا أو تكون عبرة للمستعملة هذه الوسائل لأننا نعرف أن الشكاية التي توصل بها المؤسسات الأمنية يكون فيها تجاوب ويتكون مؤسسات الأمنية لديها خالية خاصة بهذه الجرائم الإلكترونية لكن هناك نساء لا يصلنا إلى مجال الشك لأنهم يخافون من الابتزاز الذي يتعرض له خاصة الابتزاز الجنسي يخافون من أن هناك نساء عبرنا عن رغبتهم في الانتحار لما تعرضنا له داخل هذه الشبكات الرقمية تحدثي عن القانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومن بين التوصيات التي انبثقت عن الحملة هو الدعوة إلى نشر وتعميم الواعي بهذا القانون داخل المؤسسات التعليمية كيف يمكن برأيك ترجمة ذلك على أرض الواقع؟ في الحقيقة أننا دائما نعتبر القضية النساء هي قضايا مجتمعية لا تعني النساء لوحدهم بل تعني المجتمع بأكمله قضية يجب أن يتدخل فيها المدرسة والأسرة والإعلام المدرسة هي السبيل الأوفر لتجويد جميع القوانين ليكون هناك انتشار يجب أن تكون ثربية على ثقافة حقوق الإنسان وعلى ثقافة المساواة بين الجنسين داخل المؤسسات التعليمية يجب أيضا التربية على التعريف بمخاطر هذه الفضاءات الرقمية هذه الفضاءات الرقمية بما تعطيه لنا من إيجابيات في جانبها الإلكتروني والتكنولوجي إلى يديها سلبيات على الناشئة أو على المجتمع يجب الأطفال أن يتعلموا كيف يتعاملون مع هذه الفضاءات التي تغلب عليها الفوضى تغلب عليها العنف بشكل كبير لأننا نسجل حينما نلجأ إلى مواقع التواصل الجماعي ونسجل كيف يمارس العنف يمارس العنف من طرف بعض الشبال بالألفاظ أو بالتشهير يعني بدون مراعاة أن هناك قوانين ستحتكم لذلك تبقى المدرسة من الوسائل التي يجب أن تزرع فيها هذه القيم الإنسانية لإحترام ثقافة حقوق الإنسان واحترام النساء إضافة أن الأسرة يجب أن تربي في أطفالها ثقافة المساواة وثقافة احترام النساء باعتبارهم كائنات لهن كرامة ولهن مواقع داخل المجتمع يجب أن تحتربي لأن هذه ثقافة التمييز هي ثقافة مورثة سلبية ولم تجد بيئة لولا صراخات الحركات النسائية والحقوقية للتعريف بهذا الحق لو وجدت فعلا هناك هيملة للثقافة هناك سيطرة لمورثات ثقافية تجلت في الأمثال الشعبية تجلت في الهيملة الذكورية التي مرت لسنوات هناك اختراق للنساء في الحياة السياسية وفي الحياة المؤسساتية سبق الفضاءات الرقمية تحتاج أيضا إلى حاملات أخرى وإلى مناهضة وإلى معركة للتغيير سيدة أمينة يعد المرصد الوطني للعنف ضد النساء آلية وطنية ثلاثية التركيب أحدثت بموجب قرار وزاري وذلك كان سنة 2014 الآن هناك دعوة من خلال توصيات الحملة إلى تعميم التجربة على المستوى الجهوي هنا أسألك ما الصعوبات ربما التي يمكن أن تعترض تنزيل هذا المرصد على المستوى الجهوي وهو شيء مهم طبعا هو في الحقيقة إذا ما قررنا العنف على مستوى الجهة سنجده يختلف من جهتين إلى أخرى مثلا في المناطق الجنوبة لا يوجد العنف الجسدي بشكل كبير كيف يتفشى في مدن أكبرى لكن يوجد عنف مادي تعاني بعض المطلقات من العنف المادي من غياب حضانة أبنائهن يعني مشاكل تختلف على مشاكل مثلا الشرق تختلف على منطقة السوس تختلف على جهات المغرب يعني أن هذا المرصد يجب أن يراعي الخصوصية الثقافية لكل جهة لأجل اشتغال على قضاياها مثلا نجد في قضايا الجبال العنف المتواجد فيها بشكل كبير هو ما يتعرض له الإناس الفتيات من هذا المدرسي وحقهم في اللعب وحقهم في التعليم يتجدون تعرضن للاشتغال يتعرضن للزواج ويكون من الأرجح أن هذا المرصد يجب أن يشغل على كيف أنه تكون إلزامي التعليم أو إجباري التعليم الابتدائي والتانوي لتكون الفتيات أن لهم الحق بعد البكالوريا في اختيار الحياة الزوجية أو الحياة الجامعية يعني لا يعقل أن يكون هناك زواج الطفلات أو أحيانا حينما نرى الدراسات يكون فيها فوارق السن ما بين الطفل والزوج حين يكون فوارق السن أكثر من 40 سنة وخمسين سنة إنما أعتبره شخصي يربيد فيلي باسم الشرع لأنه لا يمكن أن تكون حياة تنائية ما بين طفل وشخص يكبرها بخمسين سنة يعني هذه الطفل مكانها الطبيعي والمدرسة نعم كإعلامية أستاذ أمينة ربما أسألك عن كيف تنظرين إلى التعاطي مع المرأة في وسائل الإعلام مع استحضار أن الحملة دعت إلى محاربة الصور النمطية المتعلقة بالمرأة من خلال وسائل الإعلام فعلا لوسائل الإعلام دور كبير في نشر ثقافة المساواة بين الجنسين ومناهضة كل أشكال تمييز وباعتبر أن أيضا لها العليا السمير البصري قد شاركت في هذه الحملة ولها أنشطة كبيرة هو راعت مع الحركة النسائية كل الممارسات التي تتمث بالمرأة سواء في الإذاعات الخاصة أو في القنوات التلفزية فعلا كانت هناك بالأمس القريب هناك هيمنة ذكورية أيضا في وسائل الإعلام أو تسويق أو تشيئ المرأة من خلال بعض الحملات الإشهارية أو من خلال بعض البرامج التلفزية التي تشيئ المرأة وتجعلها فرصة للسلعة أو سلعة لترويج منتوجات معينة مثلا كلها تتعلق بالنظافة وكأن النظافة هي شأن خاص بالنساء في حين أن النظافة شأن يعني نساء والرجال يعني هذه الممارسات أيضا كنا نرى مثلا في بعض المسلسلات أو أفلام نجد أن تمر الرسائل على أسن الإناس يخدمنا إخوتهنا الذكور أو زوجنا على أساس أن ذلك الذكر وكأنه معاقلة يمكن أن يشتغل لوحده يعني أن نوع من الممارسات التي كانت تمرر عبر وسائل الإعلام لن نجد أن الإعلام أصبحت تضع فيها حدودا أصبحت تصغى لرسائل وشكايات الحركة النسائية أو المدافعين عن حقوق المرأة الذين أحيانا يتعرضون حينما تتعرضوا المرأة لمهاجمة من خلال ضيف أو من خلال إعلامي قدم برامج نجد أن الهيئة كانت صارمة في هذه المواقف الإعلام له دور كبير في تسويق صورة المرأة بشكل إيجابي له دور كبير في تربية ناشئة من خلال برامج سواء موجهة للأطفال أو موجهة للمجتمع بشكل عام أو من خلال برامج الإخبارية لأننا نكون نرى في السابق البرامج السياسية لا تشارك فيها النساء بشكل كبير في حين الآن نجد أن ضرورة احترام مقاربة النوع في البرامج أصبحت ضرورية يعني هذه الوسائل الإعلام لها دور كبير وهي بضرجة متساوية مع المدرسة والأسرة يعني هذا الثلاثي هو الذي سوف يشكل الحجر الأساس لبناء دولة المساواة والديمقراطية واحترام حقوق النساء والإنسان بشكل عام أمينة التبالي عضو المكتب الوطني لجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات وأيضا المكلفة بالإعلام والتواصل في اتلاف المناصفة دابا أشكرك جزيل الشكر على الحضور وعلى كل هذه التوضيحات والشكر موصول لكم أيضا مشاهدين على حسن متابعة هذه الفقرة في أمان الله اشتركوا في القناة